نواصل حل تمرين كتاب مدرسي الفكرة التمرين بحقيقة جديدة تعتمد على جزئية الجزئية هي هذه لاحظ معي جيدة ركز خلال الفيديو عندما تقول دلتا أكبر أو يسوي السفر معناها دلتا أكبر من السفر أو دلتا يسوي السفر إذا كان دلتا أكبر تماما من السفر فإن هناك حلين مختلفين إذا كان دلتا يسوي السفر فإن هناك حلين متسويين هذه جزئية رقم واحد الجزئية رقم اثنين لنحتاجها في التمرين هي هذه لاحظ معي لاحظ دلتا بمربع ناقص أربعة آسي لاحظ إذا كان آ في سي سلب هذا يا سلب السلب مع السلب وش ولي ولي موجب معنات هذا المقدار ولي موجب معناتها دلتا ولي موجب معناتها تقبل حلين ولهذا قلنات قلين آ وسي متعاكسين في الإشارة كيعدوا متعاكسين جدائهم السلب ويكون دلتا موجب كيعدوا متعاكسين مثلا ناقص أثنين وزائد ثلاثة متعاكسين جدائهم ناقص ستة يكون دلتا موجب ناقص أثنين وثلاثة ونقول لهم في اللغة العربية متعاكسين وفي الرياضيات نقول لهم جدائهم سلب هذا تعبير هذا تعبير لغوي وهذا تعبير رياضي هذه الجزئيتين نحتاجهم اليوم إذن التمرين اليوم يحتاج الجزئية هذه 48 في كل حالة من الحالات المقترحة أدناه تحقق أن المعادلة تقبل حلين متى تقبل حلين إذا كان A في C سلب ثم بدون حساب الحلين عين مجموعهما وجدائهما الأمثلة في الحقيقة رح تنقسم إلى قسمين تقبل حلين إذا كان A C سلب أي تقبل حلين ولكن كان هناك شرط وعده أخر أولا ما هي صفحة الكتاب مقصودة صفحة الكتاب مقصودة هي هذه قصودين هذه الصفحة قصودين هذه إذا كان هذا السلب فإنها تقبل حلين لاحظ أنها تقبل حلين تقبل حلين تقبل حلين ولكن بالشروط إضافية تعطيك نتائج إضافية والتمنى أنه سهل وصعب في نفس الوقت في الحقيقة نبدأ بالفئة الأولى احنا وش قلنا قلنا إذا كان A C احنا منذ قليل ما دقلنا إذا كان A C متعاكسين لاحظ الشرط الأول هما كان فئتين من التمرين يتعلوا بطريقة معينة أولا بالشرط الضعيف ننجز الفئة الأولى ثانيا بالشرط القوي ننجز الفئة الثانية نبدأ بالشرط الضعيف نفهموش معناه المعادلة هذه وش تقول نظرية إذا كانوا متعاكسين A و C فإن المعادلة تقبل حلين لاحظاً للمعادلات وحد ثلاثة ربعة خمسة هذو هما وحد ثلاثة ربعة خمسة نبدأ ونشوفوا الآن الآن نقص اثنين والواحد والواحد والثنين نشوفوا الصي الرابعة ونقص واحد ونقص A مربع زيد واحد ونقص سبع هل هما متعاكسان نعم 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 إذا كانوا هذو متعاكسان فإنها تقبل حلين ما هو مجموعهما مجموعهما هو ناقص بعلاء هو هذا على هذا عمره بالنقص هذا على هذا بالنقص هذا على هذا بالنقص هذا على هذا بالنقص ما هو جداؤهما هو هذا هو استعلاء مع أنت هو هذا على هذا هذا على هذا هذا على هذا هذا على هذا وهذا على هذا هذه الفئة الأولى أم ينتمي إلى أر هذه الفئة الأولى الفئة الثانية من الأمثلة سنجد آوة سي من نفس الإشارة كتعود آوة سي في نفس الإشارة في الحقيقة رأي فكرة سهلة تقدر تفهمها الآن متى يكون هذا المقدار موجب شايفين هذا المقدار لو تكون هذه أصغر من هذه ربعة أصغر من 49 12 أصغر من 16 لهذا كانت هذا نقص هذا موجب ولكن هذا المقدار أصغر منه ولهذا نشوفوا آوة سي آوة واحد والسي واحد من نفس الإشارة سنجد آوة سي من نفس الإشارة شوفوا آوة وشوفوا السي من نفس الإشارة شوفوا آوة نقص واحد وشوفوا السي نقص ثلاثة من نفس الإشارة ما نقدروش ندير عليهم الشرط الأول ليس متعاكسان في الإشارة ورغم ذلك المعادلة تقبل حلين لماذا؟ لأن هذا المقدار أصغر من هذا المقدار هذا المقدار الأربعة أصغر من 49 صفة عامة لأن هذا المقدار أصغر من المقدار ولهذا نحسب المميز المميز موجب تماماً فإنها تقبل حلين مختلفين جدائهما ومجموعهما الآن نقص بعلقة هذا على هذا بالناقص وهذا على هذا بالنقص بالنسبة للجداء هذا على هذا وهذا على هذا هذه الفكرة إذن في الحقيقة كنحب اللخص التمرين اللخص التمرين هناك زوج أنواع من الأمثلة نشوف الآ والص نبدأ بالفئة الأولى إذا كانوا مختلفين في الإشارة الآ والص مختلفين في الإشارة متوافقين في الإشارة مختلفين في الإشارة هنايا مختلفين في الإشارة مختلفان في الإشارة من نفس الإشارة إذن هنا A1 والC1 من نفس الإشارة نقص 1 نقص 3 من نفس الإشارة معنات التمرين تعني يتقسم إلى فئتين الفئة الأولى لA وC متعاكسين في الإشارة والفئة الثانية لA وC من نفس الإشارة إذا كان من نفس الإشارة رح نحزب المميز إذا كان المميز موجب فإنها تقبل حلين إذا كان مختلفين في الإشارة مباشرة تقبل حلين من المفروض أني شرحت التمرين إذن الأولا بالشرط الضعيف ثانيا بالشرط القوي الشرط الضعيف أنك تشوف الآ وC فقط مدام متعاكسين في الإشارة حتما سيكون المميز موجب حتما سيكون لهما حلين وحتما مجموعهما وشدهما الفئة الثانية أجدهما من نفس الإشارة أو C ذلك المقياس سيكون بدون فائدة ذلك المؤشر سيكون بدون فائدة هناك مؤشر جديد وهو المميز نحسب المميز موجب تماما لهم حلين مختلفين رغيت عن هذا الشرح وتناولت فيه جميع الأفكار ربما تعيدون الفيديو لتفهموا أكثر لأنني شرحت جزئية هذه في بداية الفيديو وزدت شرحت جزئية هذه بداية الفيديو ثم حليت الحل المفصل ثم اختصرت لخصت إذن إذا كانت كانت أفكار غير واضحة أعود الفيديو فقط انتهى حل التمرين ثمانية واربعون ترجمة نانسي قنقر